بسم الله الرحمن الرحيم معاكم انا الحرفة من قناة عالمطبخ شايفين الساج الجميل اللي قدامنا ده شايفين الكيكة الخطيرة اللي قدامنا دي مشاء الله عليها اي دي كيكة الافرام انا بشوف الناس وقفة توابير عشان تشتري الكيكة دي مش فاهمة ليه يعني انا عملها النهاردة بالبرتقين باليصفي يعني وما اخدتش في قدية وقت خالص وما قدرها سهلة جدا وموجودة في كل بيت يعني حاجات من البيت هنعمل بيها الساج الامر اللي قدامنا ده اللي يأكل ما شاء الله يعني عدد كبير جدا لو عندك عزومة اللي عندك مناسبة هتعمليه وهيكفي عدد كبير قوي طب تعال نشوف كده الكيكة بتاعتنا الامر دي حلوة مستوية ولا لا هشة ولا لا اهي هنطلع منها قطعة كده بصي شايفة شكلها ما شاء الله عليها شايفة لونها حاجة كده يعني زي ما بيقولوا فاخر من شاء الله عليها طب نطلع واحدة كمان ونشوف اهي ما شاء الله عليها جميلة تعالى بقى نشوف كده المقدير بتاعتنا ايه بسرعة كده ونشوف احنا عملناها ازاي وما اخدتش وقت خالص يلا بينا اول حاجة معانا اربع كبيات ونص من الدقيق ومعانا اربعة من اليوسفي سوان من كده اللي هو بيبقى من غير بزر اللي هو اللي بيقولوا عليه صيني او او البلد العادي بس ايه يعني لو هو بزر تطلعي البزر منه معانا ثلاث بيضات معانا كبيتين ونص من السكر كبيت لبن كبيت زيت بيكنج بودر هي دي المقدير بتاعتنا كلها ومعلقتين هرميتين من النشا بنمسك اليوسفي بتاعنا كده بنقطع فوقه تحت بس ونحطه بالاشر اه بنحطه بالاشر حطي ينونة بالاشر اه حطه بالاشر زي ما انت شايفة كده ومش هيبقى مر ولا اي حاجة هيطلع في منتهى الروعة في منتهى الجمال حطيت بقى ان اليوسفي بتاعي اهو وحنضربه بقى ضرب مبرح كده في الكاب بقى او في الخلاط زي ما احنا ايه موجود عندنا بعد كده هننزل عليهم بالتلات بضغط وحننزل كمان بكبيتين ونص من السكر انا بقولك المقادير بتاعت الصاج تلاتين فاربعين وحنزل بكوباية من اللبن وحنضرب كويس طبعا حطينا آآ حطيت زرفين من الفانيليا وبعد كده اخر حاجة هننزل بها كوباية الزيت اظن ما فيش اسهل من كده مقادير هنضرب برضو كويس اوي اهو بقى خليط قدامنا متجانس وكله مع بعضه زي ما انت شايفة قدامك اهو وطبعا لونه بيض كده وفتح عشان احنا ضربنا ايه كويس في الكاب بتاعتنا هنا بقى عندنا اربع كبيات آآ ونص من من الدقيق وعليهم علاقتين من النشا ومعانا ظرف آآ من آآ البيكنج بودر هنقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضيها وبعد كده هنزل بالخليط بتاعنا كده حبة حبة وبالآآ بالوزك بتاعك كده تعمليها وتضربي الكيكا بتاعتك ما تخليش فيها دقيق يبان خالص هي بتمسكيها كده زي ما انت شايفة بالمضرب كده وبتضربيها لحد ما يختفي الدقيق تماما ما تلاقيش الدقيق ده خالص قدامك وكده الكيكا بتاعتك بقت جاهزة معايا قصات بتاعي تلاتين تلاتين فاربعين وانا حطط له مادة دهنية وبطنته طبعا بالدقيق او زي ما احنا شايفين اهو وبعد كده هتنزلي بالكيكا بتاعتك الجميلة اللي انت عاملها اهي طبعا انا اول ما ابتدت اعمل الكيكا كنت ملع الفرن بتاعي على درجة حرارة متين هي بتاخد تلت ساعة في الفرن وحتطلع قدامك دلوقتي كيكا زي الفرن ما شاء الله عليها قادل شايف الجمال شايف الجمال لأ لأ يعني شكلها بصراحة طحفة ما شاء الله عليها وطلع ما شاء الله هشة وجميلة وما خدتش في ايدنا وقت خالص يعني ما فيش اسرع من كده وما فيش اسهل من كده ما قدير انا عندي بقى مربة مربة مش مش انا بحب المربة اللي هي اللي بيبقى فيها مزازة شوية حدهن بقى ايه وش الكيكا بتاعتي حدا اللحة شوية بقى حدهنها كده بالمربة وانا مش هقول لك الحركة اللي انت تدهني وش الكيكا دي بتخليها في منتهى الروعة وطبعا انت لو بتحبش مربة المشمش حطي اللي انت عايزي او مش هستحطي خالص في راحتك اهو زي ما احنا شايفين انتهى انتهى كويس بعد كده هرش عليها شوية من جوز الهند اهو زي ما احنا شايفين ده انتهى كلها حل وخالص وهرش عليها بقى ايه جوز الهند وطبعا اه الحركة دي اللي او عايزة تعمليها عمليها مش عايزة براحتك خالص بس هي طبعا بتضيف لها جمال في الطعم وفي الشكل في كل حاجة ما شاء الله عليها اهي يعني مقدير بسيطة جدا حاجات من البيت عملنا احلى كيكا وعملنا يعني كمية كبيرة اه يعني مش مستهلة ان انت تشتريها من برا ولا انك اه تروح تجي بها من اي مكان وتدفع فيها فلوس كلنا بيبقى عندنا الدقيق والبيت واللبن والنهاردة كلنا بنجيب البرتقان واليوسفي والحاجة دي ما عندكش يوسفي اعملي برتقان ما فيش مشكلة برضو وحتعملي بنفس الطريقة ولو في بزر برضو حتطلعي البزر الاول لان احنا ما بين البشر بتاع البرتقان القشر بنسيبه جوه الكيكا بتاعتنا يعني مش 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 محتاجين ان احنا ايه نصف فيها فعشان كده لو فيها بزر شيل البزر قبل ما ايه ما تضربها في الخلاط او تضربها في الكبة بتاعتك هنقطحها بقى تقطيعها حلوة كده ويتاع بقى نشوف هي هشة ولا لأ الجميلة ولا لأ طلعت حلوة انا بتايع لي ما فيش احلى من كده لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تحط اللايك وكومنت جميل كده تقولولي فيه رأيكم في الكيكا بتاعتي شايفة شكلها شايفة لونها هوا ما شاء الله عليها طلع فيه منتهى الجمال ومقدرها سهلة وبسيطة ولو عندك مناسبة ممكن تعمليها يعني هتوفر عليك كتير قوي وفري ودبري او دبري ووفري وعملي اللي لديك احلى حاجة وفرحيهم وبقى الفهنة وشوفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة